بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه متتبعي قناة نزل عبد الرؤوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو راح نحكيه على مخرجات مجلس الوزراء بخصوص مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة يعني رام أكده على ضرورة متابعة هذا الملف خاصة بعد ثمين رئيس الجمهورية لما تم تحقيقه لحد الآن وفي وقت وجه وأنه سيتم وضع مخطط إحصائي متجدد كقاعدة بيانات لمراقبة معدل البطالة يعني يشوفوا النتيجة للحقولها حتى نهار اليوم في منحة البطالة والجديد الكبير على حالات التحايل يعني اللي ما توفروش فيه شروط راح يفيقولوا وينحولوا المنحة وربي يصر يردد راهم ولا حتى يتبعوه قضائيا وكذا وفي نقطة أخرى أمر رئيس بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج من الجامعات ومعهد التكوين عن طريق منحة البطالة يعني يحث على تطور مسار البحث يعني العمل وهنا نفهم باللي منحة البطالة ما هي إلا عبارة عن منحة مؤقتة لغير يعني كي تلقاوا خدمة راح تروح وتخدموا وتولي تسلك وين تخدموا وهذا الأمر راح واضح جدا هذو هما المخرجات تاع مجلس الوزارة في الاجتماع الفارض بدون زيادة ولا نقصة واللي اللخصناه في هذا الفيديو نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو واللي ما اشتركش في القناة اشتركنا باشتراك انتعه وفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله